السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب تفضلي أمينة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بحركم يا شيخ مرحبا بخير ونعم الحمد لله الحمد لله دوم يا رب شاء الله يا شيخي كما نعلم أن الشيطان عدو لبني آدم لماذا سبحانه وتعالى لم يقل في هذه الآية فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك لماذا لم يقلك أيضا ولد ريتك في سورة طه إن شاء الله إن شاء الله أنا يا شيخي سبحان الله أعاني الحمد لله كل حال يا رب أعاني من وسواة يا شيخي وقاعد به قهادا ما يعلم به إلا الله الحمد لله ما يخصي العبادة هو في أنه قافة والحمد لله يا شيخي يعني هو أخذ سنين من عمري لكن الحمد لله أنا تخلصت منه تقريبا 70% دعواتكم منه الله يخلصها مني تماما إن شاء الله يا شيخي الشيطان يعني ماشي شيء يعني مثل ما هو ضايقني ماشي شيء هو ضايق يعني نغص عليه كيف عفوا يعني ماشي شيء ضايق مثلا مثل ما هو ضايق بني آدم ماشي شيء عمل هو ضايق يعني نغص عليه ضايق يعني كيف نغص على الشيطان يعني أيوة يعني مثلا شيخي ما يتسلط علي غير لما أقرأ قرآن يبيني تثاؤب التثاؤب ما طبيعي لكن أنا أزيد جرعات أكثر في القراءة إن شاء الله إزاكم الله خير يا شيخ مرحبا أمينة مرحبا أبو عبد الرحمن تفضل أبو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته سهل لك أخي شيخ عزيز العزيز أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن الله يحيق عندي ثلاث عشر إن شاء الله تفضل السؤال أول دخلت مع أحد اللي إخوها في الشراكة فكان علي الرأس مال وشراء البضاعة وشحنها وهو عليه استلامها وتوزيعها وبيعها فأريد أن أعرف كيف تكون بالطريقة الشرعية السؤال الثاني يعني أنا أحيانا بيكون أندي نفسنا مبالغ بالدراهم فأوجد في حتاب شخص من الأصدقاء بحيث أنه مثلا بعد فترة مثلا الشهر أو شهرين أقول لي حسب لي ما بغل عندك وأريده مثلا بالدولار هذا جائز نسمع هذا الصرف يعني أنت الآن تكون مبالغ لك على شخص معين بالدرهم لا أنا مثلا كل مرة مثلا كل أسبوع أرسل له مثلا ألف ألفين ثلاثة وآخر الشهر مثلا أقول لي خلاص أنا أريد المبلغ لعندك وأريده بالدولار هي قرض أم تبع التجارة لا بعتها له سيئة إذا عنده يعني كيف أودعت عنده هي بوده عنده دراهم ومثلا بعد الشهر أقول له الدراهم اللي عندك بغيت مثلا دولار وهذا إيش بالنسبة له كيف يتعامل معك هل هو شريك أم ماذا لا لا ما شريك هذا أحد المعارف الأصدقاء يعني يعني تضع عنده أمانة وديعة مبلغ بالدراهم لما تجي تستلمه تقول له عطيني بالدولار أيوه طيب واضح الآن السؤال الثالث بالنسبة مثلا بسأل في بعض البيوت يكون عنده مثلا خدم وما يحسنون منه في مثلا في الطعام وهذه الأشياء فهذا الجزء مثلا هم يأخذون من أكل رأيات البيت بدون استيزان بس يعني مثلا على قدر الضرورة يعني بس والحاجة إن شاء الله أبو عبد الرحمن أزاكم الله خير أهلا وسهلا فضل التوفيق عليكم السلام رحمة الله عندي سؤال يا سيخ مرة في القرآن السيارة لكن بكره فيك هذا في الباب جهة القدم مش جهة القدم يعني يعني من نسمع القرآن ما فيش بس يعني ولا هل مش حرام ولا حاجة قصدك السماعات جهة القدم كذا جهة القدم الباب ليس باب السائق والباب بجنب السائق سيكر إن شاء الله إن شاء الله على الجنب يعني واضح مرحب الله حياك الله التوفيق طيب إخواني وخاتي قبل ما أبدأ بالأسئلة أسئلة اليوم وردتني مجموعة من الأسئلة منها الأخ محمد الشحي من رأس الخيمة ومجموعة من الفضلة تواصلوا معي بخصوص جوابي على مسألة الكمامة اللي أفتيت فيها في الأيام السابقة وكأن بعض الإخوة أشكل عليهم مثل هذا الأمر وخاصة كبار السن أشكل عليهم مثل هذا الأمر قضية يعني ترك الكمامة في مثل هذه الفترة بعدما أعلنت الجهات المختصة عن تخفيف الإجراءات وأنا أعيد الجواب وأؤكد على بعض المسائل أولا الأصل في المصلي أنه ما يضع شيء هذا الأصل في الأيام العادية الطبيعية لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغطي المصلي فاهو في الصلاة نهى أن يغطي الرجل فاهو في الصلاة هذا في الأيام العادية والنهي هنا للكراهة التنزيهية كما ذكرت وسبق أنني قررت هذا وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الكراهة التنزيهية وليس التحريمية ما معنى ذلك يعني لو أن شخصا في الأيام العادية الطبيعية وضع الكمامة لا إثمع له يعني لا يدخل في الحرام أو لا يكون هناك نقص في صلاته وشيء من هذا القبيل هذا المسألة الأولى المسألة الثانية بالنسبة لزمن الأوبئة سبق أني أفتيت والفتاة موجودة على وجوب وضع الكمامة لما بدأت يعني لما بدأ بايروس كورونا وهذا الوباء الذي انتشر كنا نفتي بوجوب وضع الكمامة على الفم والأنف وذلك لأن هذا الفايروس ينتقل عن طريق التنفس ويعني أغلب الناس الذين حصل لهم ضرر إنما عن طريق التنفس والجهات ذات الاختصاص ذكرت هذا ذكرت بأن البايروس ينتقل عن طريق التنفس وقلنا بوجوب وضع الكمامة وقلنا بوجوب التباعد بين المصلين و هذا مذكور و معروف المسألة الأخرى بعد التخفيفات الأخيرة التي حصلت ولله الحمد والمنة و نسأل الله تعالى يديم علينا و عليكم نعمه هناك تخفيفات لكن هناك بعض الناس يحتاج إلى الكمامة و أنا سبق أني ذكرت هذا الشيء و لذلك الأخ محمد الشحي ذكر بأن هناك كبار من السن يعانون مشاكل صدرية يعانون مشاكل في جهة التنفس أنا ذكرت هذا في جوابي فما أدري ليش بعض الناس يأخذ أول الجواب و يترك الجواب الآخر جوابي كان مفصل لا غبارة علي ولله الحمد و لذلك أنا أؤكد على أن كل شخص عنده مشاكل صحية مشاكل في الجهاز التنفسي عنده إشكالات عنده ربو عنده ضعف المناعة يتأكد عليه يتأكد عليه يبقي الكمام يبقي لابساً الكمام لماذا؟ لأن الآن فيه أيضاً فيروسات منتشرة في الجو ليست هي كورونا لكن الإنفلونز الموسمية فلذلك يتأكد على أي شخص صغير كان أو كبير ذكر أو أنثى أنه يتعاهد الكمام حتى يحمي نفسه و يحمي غيره و هذه من جملة الأسباب يتوكل على الله سبحانه وتعالى فمن الناس من هو السريع الالتقاط للفيروسات للأوبئة السريع لذلك هذا يتأكد في حقي يصلي في الكمام و أنا ذكرت قبل قليل لو أننا في الأيام العادية الطبيعية شخص لبس الكمام و صلى فيه ما عليه شيء ما عليه شيء و لله الحمد و المنه و لذلك أي شخص عند مشاكل صحية يلزمه و يتأكد في حقه مسألة الأخرى لا يحق لأحد أن ينكر على الآخرين أنهم لبسوا الكمام ما يحق لأحد حتى إمام المسجد ما يحق له نحن الآن اللي فهمت أنا الآن نحن في طور التخفيف طور التخفيف الآن هناك إن في الونزة تنتشر هنا إن في الونزة تنتشر هناك فقضية أنه بعض الناس يأخذ الكلام ثم يروح يسقطه على أشخاص أو على واقع هذا غلط أي شخص لا يحق له أن ينكر على شخص لابس الكمام و دخل المسجد و صلى فيه حتى إمام المسجد ما لا حق ما لا حق هو العرب قديما كانوا يعني يتلثمون يضعون اللثام النبي عليه الصلاة و سمناها عن السدل في الصلاة و نهى عن اللثام هذا في الأيام الطبيعية العادية أما إذا وجد يا إخوان و يا أخوات وجد الآن نحن مثل ما تلاحظون الآن موجودة الإنفلونزة موجودة بعض الأشياء فيتأكد على كل من عنده مشكلة صحية أنه يلبس الكمام وأيضا لو أنا شخص حب أنه مثلا يضع الكمام يقول أنا والله من باب الاحتياط أنا أخشى لا أحد ينكر عليه لا أحد ينكر على الآخر يعني بعض الناس هو أدرى بنفسه أنا ما أدري هذا الشخص يمكن عنده شكالات صحية هو يتخوف عنده سابقة مثلا فما يحق لي أني أنكر عليه لأن صلاة صحيحة هذا أصلا حتى في الأيام العادية وأرجع وأكد في الأيام العادية لو لبسها الشخص اللي ما فيها فيروسات ما فيها أوبيئة ما فيها شيء صلاة صحيحة ولله الحمد والمن فقضية أنه والله أنا أستغل كلامه أروح أنكر على الناس وأسقط على هذا هذا غلط هذا غير صحيح ما يصلح هذا الأمر والمسألة والله الحمد واسعة ويعني الجهاد ذات الأختصاص جزاهم الله خير ما زالوا يعني يراعون هذه الجوانب والتخفيف والتدرج اللي حصل إنما هو حتى يرجع الناس إلى ما هم عليه ذكرت أنا نقطة أن بعض الناس أصبح عنده وسواس هذه أشرت إليها يعني وسواس خلاص أصبح وكلموني يعني بعض الأشخاص حتى لدرجة بعض الأشخاص ما يصل للجماعة في المسجد صار أصيب برهاب الوسواس من هذا الداء من هذا الوباء لا الحمد لله الأمور طيبة الآن الناس يعيشون حياتهم الطبيعية في الأسواق وفي الإدارات وفي المساجد وكذا قضية أني يعني يبقي بعض الناس الوسواس يسكنه وثم يرتب هذا في الإنكار على الآخرين أو شيء من هذا القبيل لا هذا ما يصبح لا تنكر على من لبس الكمام ولا تنكر على من لم يلبس الكمام لأن المسألة صارت فيها تخفيف ولله الحمد والمنى فيا محمد الشحي بلغ اللي عندك بارك الله فيك بأن الكلام ما يبتر الكلام يعني الله عز وجل فويل المصلين نقف على الآية ولنكملها فويل المصلين الذين هم عن صلاة يمساهون فأنا كلامي كان واضحا وذكرت في آخر جوابي بأن كل من يعاني إشكالات صحية كل من يعاني أزمات التنفسية يتنبه لهذا بل يتأكد في حقه أنا أقول الآن يعني أعيد وأكد يتأكد في حقه أنه يبقي الكمام على أنفه وثمه ما دام أنه عنده إشكالات وشخص يقول والله أنا من باب فقط الاحتياط أنا أريد أن أدخل المسجد بالكمام الله يقويك ويعينك ولا بأس في ذلك بارك الله فيك أمينة من عمام بارك الله فيها تقول يعني الشيطان هو عدل ابن آده تقول لماذا ربنا جل وعلا آدم إن هذا عدو لك و لزوجك بخلاف ما جاء بعد ذلك بأنه عدو لذريته أمينة بارك الله فيك لأن بالنسبة للجواب لأنه لم يكن ثم إلا آدم و حوى و إبليس هذا في بداية الخلق الخليقة هذه متى يعني تناسلت بعد النزول إلى الدنيا بعد النزول آدم و حوى إلى الدنيا بدأت الخليق بدأت ذرية آدم فهذا الكلام كان لما كان لما كانوا في الجنة الله عز وجل أدخل آدم الجنة قال إن لك ألا تجوع فيها و لا تعرى و أنك لا تضمأ فيها و لا تضحى فالشيطان هنا حسهد آدم فوسوس إليه و أقسم له أن هذه الشجرة شجرة الخلط و سيكون لك ملك باقي و زين لآدم و كذا مع أن الله تعالى نبه آدم قال إن هذا عدو لك و لزوجك لأنه ليس ثم إلا آدم و حوى إبليس لما نزلوا إلى الأرض جاءت الآيات تبين بأن الشيطان عدو إن الشيطان عدو لكم الشيطان عدو لآدم و لذرية آدم يقول جل وعلا يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو يقول جل وعلا فتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا و هو أقسم قال لا أحتنكن ذريته أجمعي أحتنكن ذريته إلى يوم الدين يعني هو أقسم لله عز وجل بأنه سيضل بني آدم إلا عباد الله تعالى المخلصين لا يستطيع أن يصل إليهم أمينة من عمان تقول أنا يعني أعاني من وسواس خاصة في النجاسة من سنوات ولله الحمد تخلصت منه بنسبة 70% ماذا علي أمينة بارك الله فيك يقول الله جل وعلا و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فأنت ما شاء الله اللهم بارك يعني 70% قطعت مشوار كبير جدا يجب عليك أن تواصل الطريق حتى تنتهي إلى 100% و هذا تستطيعين إن شاء الله ما دام عندك العزيمة اللي أوصلتك إلى هذه النسبة أنت قادرة بإذن الله تعالى على التخلص من الوسواس من جميع الوساوس التي تسلط فيها الشيطان عليك و هذا أكيد أنت قرأتي واستفدتي واستمعتي أكيد فطبقت ما استمعت إليه و ما نصحت به عمليا و الحمد لله تجاوزت لكن لا تتركين هذه النسبة المتبقية تركك لهذه النسبة المتبقية في واقع الأمر باب جعل هذا باب للشيطان ليرجع إليك من جديد ليدخل عليك من هذا الباب فلذلك جاهدي نفسك حتى تتخلص كاملا أمينة من عمان تقول أنا الشيطان يعني يتسلط علي أثناء قراءة القرآن تقول هل من شيء يعني أواجه بالقرآن و نغص على الشيطان كما ينغص علينا أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة لي الشيطان الأصل أنه ضعيف أمام أهل الإيمان يقول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيف و طبعا هذه الآية لما ننظر إلى سياقها نجد بأنها جاءت في ذكر عظمة الله عز وجل في الشيطان في مقابل عظمة الله في مقابل رب العز وجل هذا ضعيف ليس بشيء و كل من استمد من الله عز وجل الطاعة و العبادة و الاستجابة و الاتباع للنبي عليه الصلاة و السلام فإنه سيكون سيمنحه الله عز وجل القوة التي تتحطم على صخرتها و ساوس الشيطان و ساوس الشيطان و لذلك الشيطان أحيانا يفر لا يلوي على شيء من عبادة معينة يقوم فيها الإنسان و كل من أراد إغاظة الشيطان و كل من أراد التنغيص على الشيطان و كل من أراد هزيمة الشيطان فعليه بتوحيد الله أن يوحد العبادة لله و أن يخلص العبادة لله و أن لا يشرك بالله عز وجل لا الشركة الأكبر ولا الشركة الأصف لأنه ليس هناك أعظم من التوحيد في طرد الشيطان فالشيطان لا يصل إلى الموحدين لأنه قال قال إلا عبادك منهم المخلصين قال أهل العلم أهل التوحيد اللي عندهم توحيد و إيمان لا يشركون بالله سبحان و تعالى شيئا كذلك الاستغفار و لذلك الاستغفار يجعل الشيطان المستغفر هذا يضني شيطانه كما يضني أحدكم دابة أرأيت الإنسان إذا ركب دابة مثلا و أضناها و أتعبها و أرحقها بالسفر و طول المسافة كذلك فالمستغفر كأنه راكب على ظهر الشيطان ينضيه و يتعبه و يجهده و يرهقه واضح و طبعا بقية العبادات الاستغفار هذا يعني ثوابه عظيم و أجره كبير و لذلك الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب و أهلكوني بالاستغفار أهلكت بني آدم بالذنوب و أهلكوني بالاستغفار ف الاستغفار يعني هو المتأمل في دعوة الأنبياء جميع الأنبياء و غالب الأنبياء يجد بأن من أصول ما جاءوا به دعوة الناس إلى الاستغفار اللي أهمى له الآن كثير من الناس الاستغفار عبادة بحد ذات قد يأتي بمعنى الدعاء و قد يأتي بمعنى الذكر و قد يأتي بمعنى التحصين يحصن الإنسان نفسه فالإنسان يلازم الاستغفار و أكبر دليل على أهمية الاستغفار فعل النبي عليه الصلاة و السلام فالنبي عليه الصلاة و السلام كان يرطب لسانه بالاستغفار يستغفر الله كثيرا صلواته ربي و سلامه عليه حتى إنه في المجلس الواحد يعد عليه مئة مرة أستغفر الله و أتوب إليه و ذلك الاستغفار سهله الله على اللسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا حتى كيف؟ هذا يحرق الشيطان حرق هذا يدمر الشيطان أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم مثلا و نحو ذلك هذا إذا أردت فعلا أن تغيظ الشيطان و أن تتعب الشيطان عليك بتوحيد الله عليك بذكر الله عليك بالاستغفار هذا كله مما يؤذي الشيطان الشيطان يفر من الأذان الشيطان يفر من الإقامة لأنه مجتمل على توحيد الله عز وجل و على تعظيمه و تقديسه يفر و لا يلوي على شيء يهرب حتى إذا انتهى و دخل الإنسان في الصلاة جاء يحاول أن يفسد عليه صلاة فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أكثر من الاستغفار كثيرا ما تراجعين نفسك في مسألة تصحيح العقيدة و الإيمان كذلك الاستعاذة أنت تقول و أنا أقرأ أتثاوب كثيرا إذن أكثر من الاستعاذ قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و لو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفثه و نفخه فحسن أيضا و لذلك الله تعالى قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قل جل و على فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله استعيد الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول دخلت مع أحد الأخوة في شراكة رأس المال علي وأنا أشحن البضاعة و هو يستلمها و يوزعها يقول كيف تكون هذه الشراكة سليمة من حيث النسبة أبو عبد الرحمن بارك الله فيك و بارك الله فيما رزقك و وفقك الله جل وعلا لكل خير أخوي الفاضل هذه الصورة تسمى أو هذا النوع من الشراكة يسمى شركة مضاربة شركة مضاربة فيما يظهر يعني بالنسبة لك أنت من عندك رأس المال و من شريكك يعني العمل و التوزيع العمل و التوزيع و أيضا قد تكون شركة أموال إذا هو دخل معك بجزء من المال لكن عموما هذه الشراكة صحيحة رأس المال منك و اشترط عليك أنك أنت الذي تشتري و ترسل و هو الذي يستلم و يوزع النسبة تكون بينكم بارك الله فيك جزء مشاعع يعني تقول مثلا خمسين بالمئة خمسين بالمئة مثلا ما تقول والله أنا أعطيك شيء مقطوع لا ما يصرح المقطوع لا بد أن يكون الربح جزء مشاعع ما معنى الجزء مشاعع النسبة هذه تقول سبعين بالمئة لي و ثلاثين بالمئة لك خمسين بالمئة مثلا أو ترجع إلى مثلا النسبة الأخرى لي ثلثين لي و ثلث لك مثلا تقول ثلاث أربع لي و ربع لك بالطريقة هذه لأن الأرباح أخي الفاضل يعني لا يمكن أن تكون يعني واحدة فلذلك أنت تنظى أنت لما تضع النسبة هذه حققت العدل بينك وبينه بهذه الطريقة بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول أنا أعطيت شخص أو دعت مبلغ مالي عنده بالدراهم و ثم طلبت المبلغ بالدولار ما حكم ذلك أبو عبد الرحمن بارك الله فيك إذا كنت أنت قد اشترت عليه بأن تضع هذه الدراهم عنده و أن تستلمها بالدولارات فهذا لا يجوز هذا لا يجوز ولا يصرح بارك الله فيك أما إذا أنت جئت لتأخذ وديعتك و قلت له أعطني الدراهم قال والله أنا خلطتها مع دراهمي و حولتها إلى كذا لأن وديعة هو يضمن الوديعة إذا تعد أو فرط فقلت له طيب قلت له أنت إيش رأيك تعطيني قيمتها بالدولارات بسعر اليوم و ليس بسعر التسليم و قال لك ما في مانع يجوز ما في بأس يجوز بارك الله أما إذا اشترت عليه أنه يكون يعطيك الصرف بسعر التسليم الأول سعر الماضي لا هذا ما يجوز أصبح ربا أصبح ربا أو أنت اشترت عليه من البداية أنك تستلم دولارات و أنت سلمتها دراهم هذا ما يسير يا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن يقول في بعض البيوت عندهم خدم لكن ما يحسن إليهم في مسائل الطعام و الشراب هل هؤلاء الخدم يمكن أن يأكلوا من طعام أهل البيت من دون علمهم إذا كانوا محتاجين أولا أخي الفاضل بالنسبة لكل من لديه خدم في البيوت عليه أن يتق الله تعالى في هؤلاء الخدم و لذلك النبي صلى الله عليه و عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم و من كان أخاه تحت يده فليحسن إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام و جاء في حديث آخر فليطعمه مما يأكل و ليسقه مما يشرب و ليلبسه و لذلك هؤلاء الخدم أمان عندنا أمان عندنا و هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه بأن نحسن إليه و بعدين هؤلاء الخدم أحرار هؤلاء ليسوا مماليك و لا أرقاء هذا الأحرار هؤلاء جاءوا ليخدمون خدمة خاصة و ذلك على الإنسان أن يتق الله تعالى فيهم أن يعطيهم أجرهم كاملا غير منقوص أن يراعي مشاعرهم و أن لا يجرحها أن يريحهم و أن لا يعني يكثر من إشغالهم خاصة الزيادة على المقرر لأن من الناس للأسف الشديد يعني ربما يحمل هؤلاء الخدم ما لا يحتملون و ما لا يطيقون فيتق الله يعطيهم فرصة من الراحة و يعني حتى للنوم و كذا حتى يأخذوا الطاقة للعودة إلى العمل و كذلك الطعام يطعمهم الطعام المناسب لهم إذا أطعمهم مما يأكل هو و أهله فهذا يعني مرتبة عالية لا شك بأن من يطعمهم من طعامه هو هذا أفضل يعني مرتبة و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال إذا أتى أحدكم إذا أتى الخادم لأحدكم بالطعام فليجلسه معه يجلسه معه فإذا أبى يعطيه لقمة أو لقمتين أو كما قال عليه الصلاة و السلام يطعمه لقمة أو لقمتين حتى يأكل من هذا الطعام الذي صنعه و لذلك أفضل مرتبة أنك تطعم من نفس طعامك لكن هل هذا يلزم الجواب لا فممكن أنك تشتري لهم طعاما خاصا بما يناسبهم بحيث لا يتضررون أما أن يحرمهم من الطعام أو يشتري لهم طعاما منتهية الصلاحية أو يشتري لهم طعاما ما تأكله إلا البهائم هذا حرام ولا يجوز هذا ظلم والعياذ بالله كيف أنت الآن مدام دخل الخادم بيتك يجب عليك أن تراعي هذه الأمور و من جملتها أنك توفر له مكان للنوم و أيضا توفر له طعام طعام و شراب يناسب حاله إذا كان الإنسان ما يريد والله أن يشتري له يقول والله أنا أشتري طعام مثلا مرتفع الثمن أنا أشتري طعام صحي مثلا خاص يقول الآن كيف أنا أطعم خدم عندي اثنين ولا ثلاثة ممكن تطعمهم لكن بما يناسب الحال ما تروح تشتري لهم طعام بهايم ما روح تشتري لهم طعام منتهي الصلاحية ما تروح تشتري لهم طعام أصلا ما يأكلونهم جايين من بلد ما يأكلون مثلا بالطعام و إنما يشتر لهم الطعام المناسب فإذا كان الخادم يعني يقول بأن أهل البيت يحرموننا من الطعام يمنعوننا من الطعام يعطوننا وجبة أو وجبتين مثلا يقترون علينا ما يعطوننا مثلا الطعام المغذي يعني يحرموننا مثلا من اللحم هل لنا أن نأخذ نعم بشرط أن لا يسرفوا و أن لا يبذروا يأخذوا لماذا؟ لأنهم حرموا من حق مشروع لهم شرعا و نظاما و قانونا و عرفا يأخذون بشرط من دون إفساد لهذا الطعام من دون أن يفسدوا في هذا الطعام و أنا ما أدري أبو عبد الرحمن أنا ما أتصور أن أحدا أنا لما ذكرت هذا هذا من باب التقرير لأقعد إلى هذا المسألة لكن أنا ما أتصور يعني خاصة في منطقتنا أن أحدا يتعامل مع الخدم بمثل هذه الصور إن وجدت حالة أو حالتين النادر لا حكم له و الشاد لا يقاس عليه فلكن الغالب و لله الحمد يعني و أنا رأيت بأمي عيني من يكرم الخدم طعامه طعام للخدم بالعكس بل يشترون لهم من الملابس ما يشترون لأنفسهم و هذا موجود و لله الحمد كثير لكن إن وجدت حالة مثل هذه نعم يأخذ ما دام أنه قد حرم من حقه الذي هو الطعام يأخذ من دون إفساد للطعام فضل يا علي السلام عليكم عليكم السلام يخلص محسن دي أربعة السئلة فضل السؤال الأول الحين يعني ما بدأت دخول فصل الشتاء في المساقد يعني قليل المكيفات يشغلون أو إذا رفض شغله يرجع أقل يعني فبعضهم يعني ما في كبار السن يستبرجون أكثر من الشباب يعني فبديت أصلي في البيت لهذا السبب أنه في المسجد حر يعني ماشي برد وأكلم مع عامل المسجد يقول هذا يعني تكلموني أكبر السن أنه قلل من المكيفات يعني برد ما حكم يعني هل أعذر يعتبر لي أصلي في البيت؟ إن شاء الله علي السؤال الثاني هل صحيح أنه قبر سيدنا علي بن أبي طالب في العراق؟ طيب السؤال الثالث بالأمس سمعتك تقول أنه حتى القنين في بطن أما يرث يعني بالنسبة للمال هذا هل يجوز التصرف فيه بالنسبة قبل الأم وأخوانه؟ طيب أو يترك حتى يقدر إذا توفي هذا القنين في بطن أما لمن يكون هذا المال؟ نعم طيب السؤال الرابع أيوه هل صحيح أن ملك الموت أستاذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقض روحها؟ أستاذا منه يريد أن يقضر روح إن شاء الله أشكور بارك الله فيك حياك الله يعني طيب توفيق مديبي بارك الله فيه توفيق يقول يقول أحيانا لما أريد أن أشغل القرآن في السيارة يقول هناك سماعات في البابين لكن أسفل تحت القدمين يقول ما حكم مثل هذا العمل توفيق بارك الله فيك لا شك بأن سماع القرآن في البيت وفي السيارة وفي الشارع وفي العمل هذه نعمة من نعم الله خاصة مع توفر هذه الوسائل ولذلك استثمار الإنسان لوقته في سماع القرآن هذه من نعم الله عز وجل والمستمع للقرآن استماع تعبد يؤجر على ذلك الأمر الثاني القاعدة الشرعية يجب تعظيم ما عظمه الله والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود كلام الله هذا القرآن هو كلام الله صفة من صفات ولذلك واجب على كل مسلم أن يعظم كلام الله عز وجل المسألة الأخرى بالنسبة للقرآن أو السماعات التي في السيارة إذا كانت في الأعلى أو على الجنب لا حرج في ذلك أما إذا كانت تأتي السماعة من عند القدمين كما ذكر لبعض الفضل بأن هناك من السيارات ما تكون السماعة عند القدمين فيعني هذا لا يحتاج إلى سؤال هل يليق هل يليق الإنسان أن يستمع القرآن بمثل هذه الصورة أو يصدر الصوت من عند القدمين لا شك بأن هذا نوع من أنواع امتهان القرآن وعدم تعظيم هذا تعظيم القرآن العظيم لذلك الإنسان يستطيع أن يغير الآن في سيارات ممكن تغير ترفع السماعات إلى الأعلى أو تبرمج هذا الشيء إلى الأعلى فلذلك كره العلماء سماع القرآن بمثل هذه الطريقة إذا كانت السماعات فعلا عند القدمين أتكلم عند القدمين أما عند الأبواب لا حرج في ذلك بارك الله فيك علي من عمام بارك الله فيه يقول يقول فصل الشتاء على الأبواب وبدأ القائمون على المساجد بإقفال المكيفات خاصة وأن كبار السن يطلبون ذلك يقول أنا ما أتحمل الحر فأصلي في البيت هل هذه رخصة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ وذلك لقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة لإلا من عذر فالواجب على كل ذكر بالغ أن يشهد الجماعة في المساجد المسألة الثانية ما يتعلق به هذه الحالة التي ذكرتها ووصفتها هل هي عذر؟ الجواب لا ليست عذرا في تخلفك عن الجماعة لماذا؟ لأنه بإمكانك أن تصلي والمكيفات مقفلة في مثل هذا الوقت أولا لأن المسجد لن يكون بتلك الحرارة الشديد مع دخول وقت الشتاء فالأجواء تكون لطيفة الأمر الثاني بإمكانك يا علي أن تتأخر عن الذهاب إلى المسجد تصلي السنة القبلية إن كان للصلاة سنة قبلية في البيت ثم إذا سمعت الإقامة أو أنت قدرت الوقت تذهب وتصلي فستبقى في المسجد مدة الصلاة قائما وتتحرك في الركوع والسجود مدة أربع دقائق خمس دقائق وهذه تحملها الإنسان هذا ليس عذر يا علي بارك الله فيك في ترك صلاة الجماعة وتستطيع أن تذهب إليها بمثل هذه الصورة التي ذكرت وأيضا قد تجد أساليب أخرى في قضية دخول للمسجد يعني بعض المساجد ممكن يشغل الجهة اليمنى ويترك اليسرى إرضاء لجماعة المسجد مثلا فتجد مثلا كبار السن يذهبون إلى الجهة اليسرى أو اليمنى اللي ما فيها مكيفات والشباب يذهبون إلى اليسر وهذه صنعها بعض أئمة المساجد صنعوها والحمد لله أرض والجميع بارك الله فيك يا علي علي يسأل عن قبر علي رضي الله عنه هل هو مدفون في العراق أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لعلي رضي الله عنه حينما مات كان في الكوفة حينما استشهد رضي الله عنه كان في الكوفة وأما قبره فالراجح من قولي أهل العلم من أهل التحقيق أنه لا يعرف هذا الذي ذكره أهل التحقيق من أهل العلم لأنه طلب أن يخفى قبره بعد وفاته لأنه بقي فترة وهو في سياق الموت ثم طلب أن يخفى قبره فأخذ وقيل بأن حفر ثلاثة عشر قبرا وثم دفن في أحدهما وترك وقيل بأنه حمل على جبل على جمل فهرب به إلى جبال طي هذا مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السيرة بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للجنين في بطن أمه يقول استمعت إليك بالأمس ذكرت أنه يعني يرث كيف يتصرفون مثلا في ماله و هل إذا مات هل يرجع المال إلى بقية الورثة علي بارك الله فيك أنا ذكرت هذا استطرادا ذكرت هذا استطراد فقط و قلت بأن المرأة إذا بان حملها و توفي عنها زوجها فإن هذا الجنين يرث هذا الجنين يرث أو توفي من يرثه الجنين و قديما كان يقدرون الأجنة بالتوأم حتى يعطون نسبة أعلى قديما قبل ما يكون هناك قدرة على معرفة الجنين الذي في البطن هل هو توأم أم هو واحد الآن يستطيعون مثلا فلذلك يعزل نصيبه قديما على قديما كان يذكرون بأنه نصيب ذكرين الآن يعرفون بأنه هو أنثى ولا ذكر من خلال الأجهزة الحديثة و كذا فيعزل نصيبه على أنه ذكر أو أنثى حتى إذا ولد يعني المبلغ هذا يعني يكون لهذا الجنين أما إذا لم يولد و إنما مات في البطن هذا الذي عزلوه يعود على الورثة حسب أسهمهم حسب أسهمهم طبعا إذا ولد الجنين الجنين لا يستطيع التصرف بهذا المال يقوم وليه عليه أمه مثلا مثلا أحد إخوته مثلا يقوم على هذا المال وتنميته و إخراج الزكاة منه بارك الله فيك فضل أبو علي السلام عليكم شيخ عليكم السلام الشيخ عندي سأل واحد فضل فيه الشخص عندنا أجي ضيف فأجي يعني فجأة و جاء الخلاص بيروح و العيال طلبوا لعشاء نعم في هالحالة جام بيروح و قال ما بي عشاء وقسم بأنه والله العظيم أنه ما بي و أصروا عليه بأنه يتعشاء أنا علي كفارة و إذا علي كفارة ممكن نحن نطلحه عنه هو تعشه ها و تعشه و الله العظيم ما هو تعشه و الأعيال أصروا عليه طيب و تعشه شعال يا أبو علي أشكو شخص مرحبا فضل يا صبري عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم مرحبا يا شيخ شو حالك أهلا وسهلا عندي سؤال يا شيخ والله فضل يا صبري بنصلك في صراط الجنزة يعني عندما تعرف أن الشخص هذا لا يصلي هل تعلم الباقي الناس أن هم هذا الشخص هذا مصليش أو لا آدي طيب شعال يا صبري من باب الفضيحة بس يا صبري شعال أبشر صبيحة شيخ طب اليم سيف على بك مرحبا أهلا وسهلا الشيخ أنا أحط إلاس على رجلين زيت الزيتون و ألبس شغابات طمرات أني أرمي الشغاب كنا أنا على وضو ورجع البس عادي ألا أجد وضوي يعني أنت تقولين تضعين زيت الزيتون تلبسين الجوارب إيه و بعدين تخلعين همتها إذا مثل أنا أم على طول اللاب إيه لأن أخذها لأجوة على طول صلي أشفية إيه إيه فمرة تكون نزلين ما تكون على وضو لما تكون على وضو تنزلينهم إيه طيب و أرجع البس نكون لا قد وضو لما تلبسين قد انتقب وضوئك إيه طيب أبشر يمسيف الله يدعك فضلي عاطف السلام عليكم عليكم السلام مرحبا عاطف يخنا اسم عائشة وعشة واحد كيف يا عاطف اسم عائشة وعشة واحد ولا طرق اسم عائشة وعائش عائشة وعشة عائشة ايوه هذا عندكم عشة يا عاطف عندنا ايوه طيب أبشر يا عاطف وبالنسبة لأول الله عز وجل فكشفنا عنك أغطاك 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 اليوم حدي ايه علي باقي له سؤال واحد نعم علي يقول بالنسبة لملك الموت يقول هل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبض روحه علي من عمان بارك الله فيك ذكر العلماء بأن الأنبياء يستأذنون بالموت ولذلك يذكرون بأنه ما من نبيين إلا ويستأذن على خلاف بقية البشر يستأذنه ملك الموت وقد جاء في الصيح أنه استأذن موسى عليه الصلاة والسلام لا طمه لأنه دخل عليه فجأة وهكذا يذكر العلماء والمسألة فيها بحث عند أهل العلم نبي عليه الصلاة والسلام كان خير بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق الأعلى فكان يقول بل الرفيق أعلى بل الرفيق الأعلى ولذلك خير النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر هذا على المنبر فقل إن عبدا خيره الله بين البقاء시는 اللقاء في الدنيا فبكى أبو بكر لما قال اختار الرفيق الأعلى عرف بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو علي من الشارق بارك الله فيه يقول شخص جاه ضيف فجأة وذهب يأتي له بعشا يقول الضيف حلف إنه ما يأكل وأولاد صاحب المنزل أصروا عليه ويعني صنعوا لعشا فأكل يقول هل عليه كفارة وهل يمكن لأهل البيت أن يدفعوا الكفارة عنه أخي الفاضل أبو علي من الشارق بارك الله فيك بالنسبة لهذا الضيف نعم عليه الكفارة لأنه حلف يمين منعقبة حلف يمين منعقبة قال والله العظيم أني ما أكن أو والله ما أكن مثلا أنا مسافر أنا ماشي أنا كذا فرضي بعد ذلك عليه كفارة يمين وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالنسبة للشق الثاني من السؤال هل يمكن تدفعون عنه الجواب نعم بشرط أن يستحضر النية هو تخبرونه وتقولون له نحن سندفع عنك الكفارة فتقول سندفع عنك الكفارة فيستحضر النية مثلا أو تدفعون له قيمة الكفارة أو تقولون له يا فلان وكرنا نحن سندفع الكفارة عنك وتدفعون عنه الكفارة صبري من لي بيبارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي الشخص الذي توفي وهو لا يصلي هل نخبر الناس بأنه لا يصلوا عليه أم ماذا صبري بارك الله فيك بالنسبة لي تارك الصلاة على قسمين من ترك الصلاة منكرا لوجوبها جاحدا لفرضيتها فهو كافر بإجمع أهل الإسلام لم يخالف في هذا أحد أجمع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة وهو ليس من أهل الأعذار الذين يعذرون يعني مثلا تخلف شرط أو وجد مانع فهذا كافر بإجمع أهل الإسلام بإجمع أهل الإسلام أما إذا وجد تخلف شرط كان يكون مجنون أو قال هذا الكلام في حالة سكر أو قال هذا الكلام وهو نائم مثلا أو قال هذا الكلام متأول لأنه قريب عهد بإسلام مثلا أو في مانع من الموانع طبعا هذا الشرط والموانع هذا العلماء يرتبون على هذا وهذا الذي يتولى القضاء القضاء هم الذين يتولون الحكم هذا أما إذا تركها تساهلا وتهاونا وكسلا فقولان جماهير أهل العلم إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن دين الإسلام وإنما مرتكب لعظيمة من العظائم ولكبيرة من أعظم الكبار قالوا أعظم الكبار ترك الصلاة قالوا من أعظم الكبار و القول الثاني قالوا لا يكفر الكفر الناقل لأنه ترك الإيمان فالله تعالى سمى الصلاة إيمانا قال تعالى وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ فأصحاب القول الأول قالوا يصلى عليه و يدعى له و يترحم عليه لأنه ما خرج من الإسلام أصحاب القول الثاني قالوا لا لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابل المسلمين و لا يدعى له بالرحمة و لا يستغفر له هذا حكاية الأقوال بارك الله فيك العمل يا أخوي الفاضل صبري العمل على أنه يترك ما يقال صلوا عليه و لا تصلوا عليه و أنه ما دام أنه من أهل القبلة و من أهل لا إله إلا الله يصلى عليه و لا ينبغي للإنسان أن يقول الناس انتبهوا هذا ما كان يصلي لا يترك هذا العمل لعليه الناس الآن أنه يصلى عليه كل من قال لا إله إلا الله و اتجه إلى قبلتنا و أكل ذبيحتنا فيصلى عليه يصلى عليه بارك الله فيك و لذلك أخي الفاضل يترك لكن ممكن أنتوا أمثالك تذكرون و تعظون من ترك الصلاة تقول شوفوا فلان لقي الله تارك الله الصلاة ما ندري ما ندري آن بين يدي الله تنبهون الناس تذكرون الناس تعلمون الناس لكن أن تقف أمام الناس تقول لا تصلون على هذا لا هذا شأن السلطان شأن القاضي شأن المفتي الأكبر لماذا لأنك أنت لو قمت يا صبري أول من يقف ضدك أهل الميت و ممكن تسبب مشاكل و تسبب نزاع و تسبب خصومة و هذا يقضي على مقصود الشرع حتى لو كنت تبنى القول الثاني مثلا حتى من كان يقول بالقول الثاني ما كان يعملون بهذا عمليا يعني من حيث الصلاة و كذا ما كان يقولون شوفوا هذا يصلي حتى ندفن هنا و لن ندفن هناك ما كان يفعلون هذا الشيء واضح يا صبري فهذه المسائل تحتاج إلى فقه بارك الله فيك تنتبه لهذا لأن هذا يقود إلى القضاء على مقصد من مقاصد الشريعة و هي اجتماع الناس و اتلاف الناس و تعرف يعني هذا القول جماهير أهل العلم يقول يصلي عليه بارك الله فيك صبري أم سيف من السعودية تقول أنا عندي مشاكل في الرجل أضع زيت الزيتون ثم ألبس الجوارب و أصلي فيها و أمسح عليها تقول أحيانا أخلعها و أصلي و بعدين ألبسها و على غير وضوء تقول يعني هل يجوز أمسح عليها أم سيف بارك الله فيك و شفاك الله و عافاكي أخت الفاضلة إذا لبست الجواربين على طهارة كاملة يعني توضيتي وضو كامل ثم وضعت زيت الزيتون و لبست الجواربين تمسحين عليها مدة يوم و ليل مدة يوم و ليل و يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث يعني لبستيها مثلا أقول مثلا توضيتي صلاة الفجر ثم لبست الجوارب و صليت الفجر نمتي مثلا الجوارب عليك نمتي الساعة عشرة زين ساعة عشرة نمتي مثلا أنا أضرب مثال قعدت في الساعة 11 توضيتي عشان تصلي نظوحها أول مسحة هذه تبدأين تحسبين يعني ينتهي المسح الساعة 11 لليوم الثاني ما دام أنك لابستها ما نزعتيها ما دام أنك لابستها ما نزعتيها طيب أنت تقولين بأنك خلعتها و أنت على وضوء و صليتي صلاتك صحيحة الجواب نعم فالراجح من قولي أهل العلم صلاتك صحيحة تقولين طيب بعدين أنا انتقض وضوعي و لبسته بطل خلاص لبستيها على غير طهارة لأن النبي عليه الصلاة و السلام كما في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين و أنت الآن أدخلت الجوربين على غير طهارة فما يصح تمسحين الله يرضى عليك خلاص إذا بغيت تمسحين لازم تتوضين وضوع كامل من جديد و تلبسين الجوربين و بعدين تبدأين بالمسح لكن يا أم سيف مدام عندك مشاكل صحية في الرجلين و ش رايك أنك تتركين الجوربين مدة يوم و ليلة يعني تقعدين يمكن الله العليم أكثر من 24 ساعة يمكن 30 ساعة و أنت لابس جوارب ما عندك مشكلة يعني مثلا مثل ما أضررت لك مثال أنت الآن لو أنك مثلا لبستيها الصباح و انتقض وضوعك و مثلا مسحت عليها أول مسحة الساعة 12 الظهر عشان صلاة الظهر مثلا خلاص يبدأ من الآن الساعة 12 اليوم الثاني ينتهي المسح عليها فبعض الكبار السن عندهم عدم فهم لهذه المسألة و لذلك مساكين يخلعون و يلبسون و يتوضون لا الله عز وجل هذه رخصة من الله سبحانه و تعالى خاصة لأنه عنده مشاكل بعض الناس عنده فطريات في الرجلين أو بين الأصابع بعض الناس عنده تشققات بعض الناس عنده يعني أكزيمة يعني أشياء منها الأمراض الجلدية و المي يتعب المرض هذا و يمكن يزيد فيه فأنا نصحك بهذه يا أم سيب بارك الله فيك فظل يا نور الهدى السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته الله جاززك إن شاء الله يا شيخ مرحب يا شيخ أنا توصلت بحضرتك تقريبا قبل 10 أيام حكيت لك على موضوعي أني مريضة و كانت مرابي السحر فحضرتك يعني تكلمت عن السدر إنه واحد يقدر يستخدمه فبس كنت أستفر السدر لابن الأوراق تكون خضرة ولا يابسة إن شاء الله و الناس قالوا لي إنه لازم يكون مقرؤ علي هل هذا الشورت ولا عادي إن شاء الله و السؤال ثاني شيخ أنا بسبب مرضي والأدوية اللي بأخذها دائمني فرعندي نزف من الأنف أغلب الأوقات يعني مثلا أكون التوضي يصير عندي نزف أو أحيانا أثناء الصلاة يصير عندي نزف هل هذا النزف ينقض الوضوء ينقض صلاتي ولا لا شاء الله نره و آخر شيخ خضرتك أنا لما قلت أنه أقاربنا هو اللي كان سبب في السحر خضرتك قلت لازم تتأكدين قبل ما تقطعيني علاقتك بي فأنا يا شيخ اتأكدت من هذا الشيء و مطلع مو بس أنا أو أخوي في ناس كثير من العائلة غيرنا متأذين بتذب هذا الشخص و متأذين يعني أكثر كمان مني فصار عندي جو إيدي أدلة كثيرة فالآن أعتبر آثنا في هذا الحال إذا قطعت علاقتك إن شاء الله أنا شيخ أمري 28 سنة صار عندي عاجز قلب و صار عندي عاجز بالكبد و صار عندي عاجز بر يعني يعني المؤمن مبتلى يا نور الله يعينه و إياك يعني حتى الأصباء يقولين ما نعرف يعني كيف أنت ما زلت على قيد الحياة و كيف أنت قوية أقول أنا عندي إيمان برب العالمين و إن شاء الله كل خير يكون من نصيبه إذا كان دنيا و آخرة ثبتك الله ثبتك الله الله يحفظك أهلا وسهلا طيب عاطف من السودان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لإسم عشة أو كذا يقول هل هو نفس اسم عائشة عاطف بارك الله فيك بالنسبة لإسم عائشة اسم معروفة هي من الأسماء المعروفة و منها أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة و السلام اسمه عائشة بنته أبي بكر و أيضا ترخم فيقال عائش عائش و أما عشة ما أعرف عشة عشة ما أعرف فأول مرة أسمع هذا الإسم فهذا لا يمكن أبدا أن يكون في معنى عائشة لا يمكن أن يكون في معنى عائشة و إنما عائشة و عائشة عاطف يسأل عن تفسير قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقول هذا متى يكون عاطف بارك الله فيك هذه الآية فيها وجهان لأهل العلم من أهل التفسير و أرجح الوجهين أنه في سياق الاحتضار في سياق الموت لأنها جاءت ضمن هذا السياق و لقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد و نفخ في الصور ذلك إلى آخر الآيات فبعض العلماء ذكر بأن هذا في الآخرة و بعضهم ذكر بأن هذا في السياق الموت لذلك يقولون بأن الإنسان و هو في ساعة الاحتضار يرى أشياء كثيرة جدا و حتى إن من كان أعمى أو غالب من يكون فاقدا لبصره يرجع إليه بصره و كأنه يرى الملائكة الله عز وجل يريه الملائكة قال تعالى فبصرك اليوم حديد يعني قوي جدا يرى أشياء لم يكن يراها في حياته الدنيا ختم الله لنا و لكم بخير نور الهدى من العراق تسأل تقول بالنسبة لي استعمال السدر بالماء هل يكون أخضرا أم يابسا و هل يلزم أن يكون مقريا عليه أختي نور الهدى شفاك الله و عافاك و كتب الله أجرك أختي الفاضلة ذكر العلماء أن من علاج السحر أخذوا سبع ورقات خضراء ليست يابسة خضراء ليست يابسة و تدق بين حجرين كما عند الأولين الآن في الخلاط تضعين في الخلاط و تضعين في ماء و تقتسرين فيه اشتراط كون الماء مقري عليه ما أحفظ في هذا الشيء لكن هل يمنع لا تقرأين في هذا الماء أو أحد يقرأ في هذا الماء الذي فيه السدر و تقتسرين فيه و لله الحمد و المنه نور الهدى تقول أنا أعاني من سحر شديد و بسبب أخذ الأدوية يتقل يحصل عندي أحيانا نزيف في الأنف و أثناء الصلاة أيضا هل هذا ينقذ الوضوء أختي نور الهدى بارك الله فيك الجواب لا بالنسبة للمتوضع إذا توضى و عنده مشاكل في مسألة الرعاف أو النزيف مثل حالتك ما ينتقذ الوضوء و لله الحمد و تستمرين لأنك أنت معذورة في مثل هذه الحالة و كذلك في الصلاة لأن هذا الشيء ليس باختيارك و ليس هو أمر طارئ و إنما هذا شيء دائم كما ذكرت بسبب الأدوية و بسبب المشاكل اللي تعانين منها فتستمرين في صلاتك و قد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون و جروحهم تنزف جروحهم تنزف ورد هذا عن مجموعة من الصحابة و مجموعة من السلف و لذلك ما كانوا يقطعون الصلاة فلا شيء عليك بارك الله فيك و قاعدة الشريعة العريضة التي لا تنخرم أن المشقة تجربة التيسر أنت الآن يا نور الهدى لو كلما خرج منك دمعت الوضوء دخلت في المشقة و العنت و الشريعة هي تخرج الإنسان من المشقة و العنت إلى اليسر و الراحة نور الهدى تقول يعني أنا سألتك سابقا عن مسألة من سحرني و قلت لي بأني أتثبت تقول تثبت فتيقنت بأن هذا شخص من عائلتنا و لست أنا الوحيدة بل سحر أخي و سحر مجموعة سحرا أشد مني هل آثم إذا أنا قاطعت هذا الإنسان خاصة و أنني في سن الثامنة و العشرين و الأطبة تحير من مرضي و شيء من هذا القبيل أختي نور الهدى أبارك الله فيك إذا فعلا تيقنت مثل الشمس في رائعة النهار ليس فقط تقاطعين بل يجب عليك أن تحذر الناس منه و أن تشهري به و هذا ليس من الغيبة ليس من الغيبة الفقهة رخصوا غيبة المظهر للفسق المظهر للفسق كيف الذي و العياذ بالله يؤذي الناس بالسحر كيف بهذا الذي مرتكب ناقض من نواقض الإسلام و قادح من قوادح الإيمان و لذلك ليست القضية فقط تكتفين بمقاطعته بل يلزم و يتأكد عليك التحذير منه حتى لا يقع ضحايا على يديه أنت ضحية و أخوك ضحية و مجموعة من عائلتكم ضحايا بسبب طيبة قلوبكم بسبب بساطتكم مثلا و ربما استثمر و استغل هذا هذه الطيبة و البساطة فأدخل عليكم هذا الشر ممكن يزورونها ناس أبريا براء فيسقيهم من السحر أو و العياذ بالله يفعل بهم أشياء فتتوسع دائرة الضرب و لذلك اخت الفاضلة أؤكد عليك على أنك لست آثمة إذا تأكدت مثل الشمس في رائعة النهار على أنه فعلا سحرك باعترافه بعظمة لسانه أو وجود أدلة جمعتيها أنت و أخوك مثلا و بقية على أنه هو الساحر هو الذي سحركم لا تكتفون بقضية المقاطعة هذه المقاطعة واجبة لكن زيدوا بتحذيره و التشهير به بين الناس و تنبيه الناس و تحذير الناس حتى يكف شره عن الناس لا بد من قطع دابر شره لأنكم بمثل هذه الصورة لعلكم تسمحون له أن يعربد و أن يوسع دائرة الشر التي يمارسها من خلال حرفة السحر نسأل الله العافية و السلام و قبل ذلك ممكن توجهون له نصيحة بالتوبة إلى الله و العناب إلى الله و ترك هذا العمل السيء و إذا كان عنده شيء من السحر الذي هو من جنس العقد و من جنس الطلاسم يقضي عليها حتى يعني يسر الله تعالى العلاج لمن ابتلوا بمثل هذا السحر إن استجاب الحمد لله و ما استجاب قاطعوه و حذروا منه انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير لا عفوا غدا الجمعة عندنا أجوبة الواتس أب و يوم السبت كذلك يعني ألتقيكم يوم الأحد على خير مباشر بإذن الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة